استقبل السيد رئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى والوفد المرافق له الذي يضم السيد وائل زقوت وزير التخطيط وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس رحب برئيس الوزراء الفلسطيني متمنياً له وللحكومة الفلسطينية الجديدة التوفيق والسداد في جهودهم لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق مشدداً على أن مصر ستظل دوماً على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الفلسطيني ناقلاً تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسيد الرئيس ومشيداً بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لحق ندماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافي لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع حيث ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدورة المصرية التاريخية في تحمل مسؤولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة على الرغم من العراقيل والصعاب في هذا الصدد كما شدد الجانبان على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية محذرين من مواصلة تصعيد العسكرية واستمرار توسع دائرة الصراع كما تم تأكيد أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة